درسنا اليوم عن طريق التصدير و الملف الفيديو الخاص فينا لقناتنا على اليوتيوب خليكم معي في البداية أصدقائي نحن لما يكون عندنا مقطع فيديو في البداية لازم نعرف أن مقاطع الفيديو الموجودة على اليوتيوب بتشتغل بنظام 16.9 أو 16.9 أي بقياس الـ Full HD أو الـ HD بشاشة العريضة بمواقع التواصل الاجتماعي هناك عدة مقاسات مثل الانستجرام و الفيسبوك ممكن أن يأخذوا مقاطع واحد لواحد يعني مقاطع مربعة أو عن الانستجرام بيأخذ مقاطع لاندسكيب بتكون عريضة كتير 1.9 أما اليوتيوب فهو بيأخذ 16.9 وفي عنا عدة مقاسات للدقة عنا نحنا بيبدأ من مقاطع أكتر من 15 دية أما إذا ما نكم أكد الحساب فرح يكون أقل من 15 دية هلأ أنا عندي المقاطع هاد هو الأحد الدروس لألي بشرح فيه برنامج Adobe Capture بهالشكل هاد ومثل هلما أنا شايفين أصدقائي نحنا بنجي على اليوتيوب بهالشكل هاد في عنا نحنا هذا المقاطع الموجود ملاعظين هذا المقاطع ديفي بال 4.5 فبالتالي هادو المربعات أو المربعات السودية اللي ظهر على الإحراف أو على الزوايا هادو لأنه المقاطع بنظام 4.5 ما بنظام 16.9 فلحتى نتجنب هذا الموضوع لازم نحنا نكبر مقاطع الفيديو ونضبطه بقياس مقاطع الفيديو الموجودة على اليوتيوب خلونا نرجع اليوتيوب للبريمير هلأ نحنا هون بعد ما خلصنا وتأكدنا من المقاطع اللي عنا هلأ بنروح أيضا كما ل File Export Media نحنا بنعرف أن أفضل دقة لليوتيوب هي 4K وأفضل مقاطع فيديو تقريبا مقبول حاليا هو HD 720 ب1280 فنحنا عنا هون التهيئة أو الفورمات نحنا متنقلنا سابقا بنحطها على H264 البريسيت هون بنضغط ونروح لهون لنهاية المقاطع الموجودة هون راح نلاحظ عنا يوتيوب 1080 HD وعنا يوتيوب 2160 4K نحنا راح نرفع هذا المقاطع يوتيوب 1080 HD لما يختار بها الشكل هاد لاحظنا تغيرت شوية من الصورة ضبطنا الأعدادات متأكدين نحنا نفعلين تصدير الأوديو والفيديو أعدادات هون يعطينا الأوتبوت وين نحنا نخرج نرجع على الفيديو نتمنى نحنا نشايفين هون 1828 عنا هون كل شي مضبوط على حاله هل يمكننا نغير الفريمات البالثانية ممكن نجعلها 30 أو حسب نحنا ما ضبطنا السيكونز اللي عنا منفعل هالخيار هاد يضبط انه حسب نحنا ما اخترنا من البداية كل الأعدادات هادول يمكنتركها BeatRate Settings هل يمكننا أن نضبط على output نحنا عنا هنون ثلاث مختارات بتريت اينوكودينغ نصب Psi Everyone هو اللي يعطينا نظام بيتریت أعلى دقة لمعدد الجميع العالي لتي لدينا 21 وعنا 20 بيارتو باس اللي بيعطونا معدل متغير من البيتريت حسب نحن القيمة بنحطها مثلا من 8 إلى 16 فهو حسب القيمة بيحطونا بيظهر لنا جودة الصورة فهلأ أنا رح أختار المعدل الثاني عنا هون 16 ب 16 هون ملاحظين المقطع اللي عندي حجمه 600 ميجا فيكفي كونه اليوتيوب المعدل إنه الناس لما يشوف المقاطع بيأغلبة بيكون من آيباد أو من لابتوب أو من كومبيوتر أو إلى آخره طبعا في نسبة كتيرة من أجلس الموبايل ولكن كونه إنه هو قناة شنل فإنه يفضل إنه تكون الدقة عالية فلهيك نحن بنحط التارجت بنحطه 8 وعننا الماكسيمون بنتركه 16 ملاحظين هلأ هون صار عنا 306 بينما كان لما كان 16 كان 600 ميجا فوفر لي تقريبا للمنتصف أبهل الوضع هذا هلأ بيكون نحن أحصلنا إن شاء الله على الدقة المثالية لحجم الفيديو الخاص باليوتيوب بعدها منجي لهون على البوبليش ومنطلع لهون وننزل الأخير على اليوتيوب نعمل لوج إن ونعطيهون الحالة نختار بريفايت أو بوبليك أو بنعطيه خاص ونعطيهون التاج وندسكريبشن الوصف نكتب ونعطيه اكسبورت أو بالإمكان نحن في عنا هون نضغط على الكوين هون نعطيه أن التخريج عن طريق الأدوبي إنكودر أو بإمكاننا فقط نعطيه اكسبورت من هون قبل ما نعطيه اكسبورت نرجع الأوتبوتن هون ومنلاحظ بعد ما نسمي هون التسميه منلاحظ هون فايل فورمات الصيغة هي MP4 الملائمة لليوتيوب بتمنى إذا استفدت من الفيديو لا تبخل من لايك عليه والاشتراك بالقناة ودعوة أصدقائك المهتمين بهذا المجال ليستفادوا مثلك كان معكم أخوكم آدم عربي من قناتي آدم ديزاينر بحبة شكركم لمتابعتكم وسبحانك الله بحمدك أشهده لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة